أهلاً بحضراتكم ومصر منورة أولاً بأهلها ومنورة جداً بكود وضيفة الموجودين في شرم الشيخ إحنا النهاردة اليوم الثالث من قمة المناخ كوب 27 إيه اللي بيحصل في شرم الشيخ النهاردة في اليوم الثالث ومش بس كده إيه اللي عملته القناة الأولى المصرية الرسمية تلفزيون الدولة في شرم الشيخ اللقاءات اللي عملوها زملائي وزميلاتي التغطيات اللي عملوها زملائي وزميلاتي معاي على التليفون احنا على التليفون ولا على سكايب ولا على زوم لايف أوه مش ممكن يا زملتنا العزيزة إيمان منصور زملتنا ومفادة التليفزيون المصري من قاعة المؤتمرات بشارم الشيخ وطبعاً إيمان بتتحك كالعادة أنا عارف أننا جماعة باستخدم طول الوقت مصطلحات غير معتادة على كل زمائلي أنتم الكلاسيكيين وأنا عشوائي جداً بس يعني ما استحملوني إيمان ممكن بعد إذنك تقولي لي أنتم عملتوا مجموعة من اللقاءات اللي بجد تشرف أثريتوا شاشة الأولى احكي لي كده كوالسها وملخصاتها أنا أولاً يا يوسف برحب بيك وبعدين حخرج من نطاق الأخبار زيك إحنا بنواجه مشكلة معاك لأننا بنبقى على دسك الأخبار ما بنعرفش نتكلم براحتنا دلوقتي حقدر أتكلم براحتي بعاك أولاً النقطة اللي أشدت بيها دي يعني بشكرك عليها لأن الحقيقة وبتوفيق من ربنا إحنا قدرنا أن إحنا يكون عندنا أنا وزمائلي التاقم العمل من القناة الأولى أننا نجيب مجموعة كبيرة من الرؤساء والقادة اللي مشاركين في القمة دي النهاردة بس هتكلم مش عن القاتل اللي أنا عملتها لكل زمائل يعملوها عندنا نجيب ميقاتي عندنا عادل جبير إمبارح كان فيه شارل ميشيل مارتن جريفد بتكلم عن أسماء يعني هي ردنانا في أذننا كلنا كمزعين أخبار وحقيقي كانت فرصة جميلة نحن نكون هنا في كاب 27 في بلدنا في شارم الشيخ ومصر بتستضيف الحدث العالمي ده نحن نقبلهم يعني مش بس كمان في لقاءات لكن في يعني في كواليس اللقاعة الخاصة لمنطقة الزرقاء اللي احنا موجودين فيها كان لنا لقاء كمان مع وزير خارجية باكستان رئيس وزراء النرويج رئيس أرمينيا ده اللقاءات اللي حصلت النهاردة وبالمناسبة أحب أقول لك إن واحدة من أهم الفعاليات كانت اجتماع مائدة مستديرة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس وزراء النرويج ورئيس وزراء باكستان كانوا بيكلموا عن نقطة مهمة جدا إحنا عشان نتحول للطاقة النظيفة وعشان نتقدم خطوات كتير قدام في مواجهة التغيرات المناخية إحنا محتاجين التكنولوجيا التكنولوجيا دورها رئيسي في الموضوع ده كان بيكلموا عن فكرة إن يكون فيه آلية واضحة للتنبيه والإنظار المبكر بالفيضانات دي نقطة مهمة جدا ويمكن دولة باكستان وده اللي شدد عليه وزير خارجية باكستان في اللقاء اللي عملته معاه إنه دولة باكستان من الدول اللي بتتضرر من التغيرات المناخية وما ينفعش نقول عليها بتعاني من أثار التغيرات المناخية لا دي دولة على سبيل المثال بتواجه كوارث مناخية الكوارث دي مش بس بتسبب أضرار في الممتلكات ولا في البشر لكن أضرار كمان في البيئة ويمكن قال لي جملة توقفت عندها كتير يا يوسف إنه النهاردة ده بيحصل في باكستان بكرة ممكن يحصل في دولة تانية يعني اللي بنشوفه نتخيل إنه بعيد عننا لا ده ممكن يحصل لنا ومن هنا فكرة الوعي وده الدور اللي برضو بنحاول نقوم بي يا يوسف إنه كاب 27 وتغيرات المناخية لما بتاع النعقد في مصر وبتحدث التقطيع الإعلامية إحنا مش بنكلم بس عن شرف لمصر في استضافة حدث عالمي لكن إحنا بنوعي الناس إن قضية التغيرات المناخية مش قضية بعيدة عننا هي خطر حقيقي ويمكن برضو أنا بحب أقف عند التصريحات تصريح أنا شفته بلخص كل اللي ممكن نقوله في نشرات الأخبار وفي التغطيات في جملة واحدة إنه الإنسانية بتخوض معركة بقاء في مواجهة التغير المناخي جملة يعني لو فكرت في تفاصيلها هي جملة خطيرة وجملة رنانة بيواجه ده خطوات على الأرض خطوات كل دولة بتقوم بيها مصر من جانبها استعدت المدينة اللي فيها كاب 27 بقت مدينة خضراء في شهور ودي حقيقة مش كلام بنصدره في وسائل الإعلام ده ملاحظ في كل تقوص اللي حوالينا أحب أقول إنه لو كلمنا النهاردة عن أهم الأحداث على المستوى السياسي طبعا إطلاق الرئيس المرحلة الأولى لمشروع محطة إنتاج الهايدروجين الأخضر ده يعني مش مشروع فقط على المستوى الاقتصادي لكنه في يعني إطار التحول الجدري للطاقة النظيفة لأن الهايدروجين الأخضر هو كلمة السر وإحنا بنتكلم عن التغيرات المناخية ويمكن ده لإني برضو بحيب أقف عند التصريحات وعند عنوين كده بتفضل رنانة في ويدني وإحنا بنتابع تقطية وسائل الإعلام العالمية اللي حوالينا فرانس براس قالت عنوان مهم جدا إنها قيمة مناخية لكن بروح اقتصادية لإنه على عامشها بيحصل اتفائيات بين الدول بيحصل أفكار لمشروعات في اتجاه الطاقة النظيفة وبالتالي إحنا بنكلم عن قمة حقيقي هي لها خصوصية لأنها قمة التنفيذ مش بس الكلام اللي ممكن يتقال في الإطار التقليدي أو في الإطار المنطقي يعني بالملاقص أو بشكل بسيط اللي انت بتحبه هي مش مجرد قمة وحتعدي لا فيه إجراءات وفيه خطوات وفيه حراك عالمي كل أدرك الخطر والتنفيذ أكيد هيحصل وما ننساش أن مصر عندها خطوات كتيرة ومبادرات أكتر لأنها تتحمل رئاسة هذا المؤتمر لمدة عام كامل كاب 27 طب ده كلام حلو جدا يعني كلام جميل كلام معقول ما قدرش أقول أي حاجة عنه على الإطلاق بس عندي بقى سؤال برضو ها إيمان ويمكن ده ممكن يبقى في إطار حدثنا على مسألة كواليس اللقاءات بتاعكم لأنا بهنيكم عليها بجد من قلبي يعني وطمينينا على يوسف عبدين صديقي العزيز يوسف أجرى لقاء النهاردة مع نجيب مقاتي الله أنا تكلمت في أول ده كان أول لقاء بدأنا في اليوم واستبشرنا خير الحقيقة فهو اللي عمل لقاء مع سيد نجيب مقاتي ده إحنا كده اليوسفين عملوا لقاءات وكان أول لقاء بدأنا اليومين أول لقاء بدأنا بيليوم ففتح نفسينا كلنا الحقيقة ده كده بقى دولة الرئيس نجيب مقاتي يعني بيختار الاسموه من يوسف يوم عمل لقاءات وله إيه كده الموضوع بيه سر كبير لكن خليني هروح لمسألة الناس اللي موجودة هناك في الجلسات المختلفة مش بس الزعماء ولا القادة الناس اللي بتتناقش فيه جلسات وفيه هوامش وفيه ورش عمل وما إلى ذلك هم مستشعرين أن هذه القمة فعلا هي قمة التنفيذ؟ أكيد مستشعرين ده لسبب لأن لو بصت حواليك هتلاقي كل حاجة يعني حواليك في شرم الشيخ هي بتعبر عن جدية فكرة أن تكون في مدينة صديقة للبيئة في شهور يعني ده ممكن يتحقق في دول كتير ومدن كتير في العالم لأنه حرجع تاني لقضية الوعي إحنا يمكن ما كناش بنهتم بفكرة التغيرات المناخية قبل كده لكن دلوقتي بدأنا نتكلم عنها بكسافة ما ننساش كمان الإمارات حتصديف كوب 28 العام القادم ده معناه أن وجود قمة بأهمية كوب أو قمة التغيرات المناخية في المنطقة العربية أنها تتنقل للمناطق العربية وفي دولة عربية أفريقية زي مصر ده لي دلالة كبيرة جدا الجرين زون أو المنطقة الخضراء عايز أقول لك أن فيها حالة حراك غير طبيعية هي عبارة عن أجنحة وفيه برضو كمان من الأجنحة دي موجودة عندنا في ناحية تانية من المنطقة ذا أرقاء هي عبارة عن أفكار لمشروعات وكل دولة والاتحاد الأوروبي ليه جناح كمان شديد الخصوصية فيه عدد كبير من المشروعات والأفكار والمقترحات اللي ممكن تنقل العالم أن يكون عالم حقيقي بيتجه للطاقة النظيفة ويغير من توجهاته وسلوكياته على مستوى البشر يعني مثلا إحنا اكتشفنا لو حرجع لعضية الوعي أن فكرة أكل اللحوم يعني هي واحدة من الأمور اللي ممكن تأثر في التغيرات المنخية دي حاجة بعيدة عن ثقافتنا تماما ليه؟ فكرة تانية ما كناش نعرفها يعني أنا مش قادرة أفهم الألية وقفت عندها كتير يا يوسف النهاردة لإني وانا دخل الكاب النهاردة المنطقة الزرقاء أنت عارف أن قمم المناخ عادة بيكون فيه يعني زي تظاهرات من حماة البيئة لأن حماة البيئة إحنا كنا دايما بنشوفهم بياخدوا الموضوع بجدية شديدة صحيح كانوا معلقين لفتات بيقولوا فيها أنتوا بتاكلونا ما تاكلوناش وبيدعوا العالم أن هم يكونوا نباتيين أنا وقفت عند دا لإني أنا يعني كواحدة مصرية دي وحاجة بعيدة عن ثقافتي ومحتاجة أقرأ ليه أكل اللقوم دا واحد من مسببات التغير المناخي حاجة ما كنتش أعرفها لا حد أدور عليها وأعرفها لا دي حاجة بعيدة عن عواطفي يا إيمان كواليش أولي ممكن نشوفها أنا عارف المنطلقات بتاعتهم هي بعيدة عن عواطفنا كلنا وعن ثقافتنا جمان نحن نحن ندحة ما بنصدق نشوف لا بص إيمان أصلا أنا عارف القصة بتاعت الناس اللي هي الداعية لأنه مسألة أن اللحوم تساهم في تلويس الكوكب نتيجة أنه تربية المواشي بتساهم في انبعاثات غاز الميسان تحديدا بسبب الفضلات بتاعت المواشي فدي بتساهم في تلويس الكوكب وده الميثان من ضمن الغازات الدفئة كل ده كلام أنا فهم ومقدره وشايله على راسي بس يا جماعة نحن بنحب اللحبة نحن بنستنى العيد عشان ده اسمه عيد اللحبة طب أنا هقولك على حاجة لفتت نظري جدا طب أنا هقولك على حاجة لفتت نظري جدا أجريت حوار مع واحد من حماية البيئة في فرنسا هو نائب لرئيس حزب وسط البيئة أنت عارف قال لي إيه؟ قال لي أنه جيه مصر من فرنسا بحرا ليه؟ هو واحد من أهم حماية البيئة يعني مش بس في فرنسا في العالم لأنه ضد مبادئه أنه هو يركب طيارة ويستخدم وقود فتحمل المشاقة أنه ييجي مصر المحركات النفاسة بتستهلك بنزين ضخم كتير جدا وبتستهلك طاقة كبيرة جدا عشان تقدر تولي قوة دفع فلا الطيران ملوث للبيئة حاجات كده أنا عارف الناس دور هم على عيني وعراسي يعني لما نلاقي الحلول بديلة الأول بس نعمل طيارة بالطاقة الشمسية نلاقي حلول بديلة بس نبدأ الطريق نبدأ الطريق واعتقد أنه إحنا بدأنا الطريق صحيح صحيح أنا شكري جدا إيمان نورتنا وشرفتنا كمجرة العادة وأرجوك أن إلي تحياتي وشكري الشديد لكل زمائلي اللي موجودين معاكو هناك في شرم الشيخ